السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بين منتخب الشباب السوري ومنتخب الشباب الأردني ومن حوالي شهر ونص كان فيه بطولة كأس العرب برضو لعب منتخب سوريا مع منتخب الأردن للنشئين إيه الحكاية وهنا تأتي المفاجأة المفاجأة أن الاتحاد الأسياء ولكرة القدم أعلن عن تصفيات كأس أسيا للنشئين تحت سن 17 سنة وبشكل الرسمي التصفيات هتتلعب إن شاء الله بإذن الله يوم 1 أكتوبر يعني بعد 10 أيام من الآن لحد يوم 9 أكتوبر بإذن الله التصفيات كان مقدرا لها إنها تتلعب في البحرين ولكن دولة البحرين اعتذرت طبعا يعني تنظيم بطولة بهذا الحجم وبهذا العدد من المنتخبات 44 منتخب فوق طاقت وتحمل أي دولة في أسيا وبالتالي تم اللجوء إلى ما يسمى بنظام التجمع ويا للعجب منتخب سوريا وبشكل رسمي أصبح في مجموعة منتخب الأردن المجموعة الأولى ولكن مع منتخب سوريا ومنتخب الأردن هناك منتخبات صعبة جدا جدا تعالوا كده وبشكل رسمي نتكلم عن أول مجموعة المجموعة الأولى التي تتضمن منتخب سوريا ومنتخب الأردن بالإضافة إلى منتخب اليابان منتخب الفلبين منتخب توركومونستان كل الإحصائيات بتؤكد أن من أصعب المجموعات المجموعة الأولى ودايما اللي بيكون عليها العين منتخب سوريا ومنتخب الأردن من المنتخبات اللي اعتادت على بعض من المنتخبات آه اللي اسمعناها كتير ولعبه كتير وخلاص أصبحوا تقريبا ثقافة واحد أما بالنسبة لمنتخب اليابان وتوركومونستان والفلبين فهنا المنافسة هتكون صعبة جدا وطبعا منتخب اليابان من أكتر المنتخبات ومن أقوى المنتخبات اللي حصلت على لقب تلك البطولة المجموعة الثانية بإذن الله هيلعب فيها كل من اندونيسيا ماليزيا فلسطين غوام الإمارات أما المجموعة الثالثة هيلعب فيها عمان والعراق وقطر ولبنان والبحرين طبعا عمان مش عمان أنا بعتذر أما المجموعة الرابعة هيلعب فيها كل من الهند والسعودية وميانمار والملضيف والكويت المجموعة الخمسة هيلعب فيها كل من اليمن وبنجلا ديش وزنغافورة وبوتان أما المجموعة الثالثة هيلعب فيها كل من تايلاند وفيتنام والصين طايبي ونيبيل أما المجموعة السابعة هيلعب فيها كل من أستراليا الصين كامبوديا جزر ماريانا أو جزر شمال ماريانا طبعا وعلى الاغلب هتكون حصلت المجموعة طبعا مجموعة السبعة فيها استراليا والصين وكمبوديا وجزر مريانا طبعا كمبوديا وجزر مريانا خلاص هما حصلت المجموعة هما الاتنين هيتشاركوا مع بعض اما المجموعة التامنة تضمنت كلها من تاجكستان افغانستان تايمور الشرقية ومنغوليا المجموعة التسعة والقبل اخيرة تضمنت ايران هونج كونج قرغزستان ولوس اما المجموعة العشرة والاخيرة تضمنت كل من كوريا الجنوبية وبروني واوزباكستان وسيري لانك مجموعة منتخب سوريا للأسف الكفة فيها رايحة ناحية اليابان طبعا انتو عارفين اليابان وعارفين مدى تطور كرة القدم اليابانية ومدى تطور منتخب اليابان كل الاحصايات بتؤكد اني من اصعب المجموعات مجموعة منتخب سوريا طبعا كمان مجموعة الرابعة مجموعة المنتخب السعودي قوية جدا الهند وماينمار والملضيف والكويت ايضا مجموعة كوريا الجنوبية وكوريا الجنوبية فازت باللقب مرتين وهي بتلعب دلوقتي في المجموعة العشرة وهي كانت البطلة سنة 2012 اما الصين كانت بطل نسختين سنة 92 و2004 واللي موجودة الان في المجموعة السابعة واللي تضمنت كل المنستراليا وكمبوديا وجزر مريانا الشمالية تعالوا نروح مع بعض ونعرف نظام التأهل نظام التأهل في تصفيات كأس أسيا للناشئين هيكون نفس السيستم بالضبط بتاع الشباب الاول على كل مجموعة بالاضافة الى افضل خمس ثواني واتمنى ان منتخب سوريا ومنتخب الاردن والمنتخبات لا ترهقنا لا ترهقنا بالحسابات يعني يمكن انتوا تابعتوا السوشيال ميديا من كام يوم كانوا حطين صورة لأينشتاين وكتبين شكلنا وحنا بنحسب هل منتخب سوريا هيتأهل ولا لا طبعا الحمد لله منتخب سوريا للشباب تأهلوا الحمد لله لكننا تعبنا جدا نتمنى من منتخب سوريا ان يقدم اداء فارغ في الايام المقبلة ونتمنى من المدرب بورن يقدم اداء جيد يشفع له عن الاداء الضعيف والهزيل اللي قدمه في بطولة كأس العرب من حوالي شهر ونص عشان يكتمل الموضوع ويكتمل العقد يكون عندنا منتخب سوريا للشباب في اوسباكستان 23 وكمان منتخب سوريا للنشئين وكل المنتخبات العربية طبعا بنتمنى لها التوفيق كمان بحيث ان هم يشيلوا الاربع سنين او الخمس سنين المقبلة المفروض ان احنا عندنا اربع واربعين منتخب في تلك البطولة الاربع واربعين منتخب مقسمين الى عشر مجموعات ست مجموعات منهم كل مجموعة خمس منتخبات واربع مجموعات او عذرا ست مجموعات كل مجموعة اربع منتخبات وأربع مجموعات فقط كل مجموعة خمسة منتخبات طبعا بما فيها منتخب سوريا للنشئين هل يطرى منتخب سوريا للنشئين قادر أنه يقدم إضافة في تلك البطولة في الأيام المقبلة أنا أعتقد نعم أنا أعتقد نعم منتخب سوريا للنشئين لديه كل الموارد الممكنة كل الموارد الممكنة وخاض تجربة من قبل مع فان بورن تجربة كانت صعبة في بطولة كأس العرف في الأردن من حوالي شهر ونص فأنا ما أعتقدش أنه فيه استعداد أكتر من كده ولكن يمكن من الأمور الغريبة والمريبة أني اليومين ثلاثة اللي فاتوا دول وإلى الآن ما سمعناش خالص عن منتخب سوريا للنشئين ولا عن أي استعداد لدرجة أن أنا شكيت لحسن يكون منتخب سوريا للنشئين هينسحب لقدر الله طبعا أتمنى أنه ما ينسحبش احتكاك قوي جدا هتلعب مع اليابان هتلعب مع الفلبين هتلعب مع الأردن هتلعب مع توركومنستان تاني مرة تانية أتمنى من الاتحاد السوري لكرة القدم ينصفنا وينصف هذا الجيل من المنتخبات السورية قبل ما أختم معاكم إن شاء الله بإذن الله انتظروا مني مفاجأة من العيار الثقيل مفاجأة قلمة يجود الزمان بمثلها طبعا أنا ما أدرش أوعدكم بأن المفاجأة حصلت أو أننا هعملها أو خلاص هي يعني فيه جزم بأنها تحصل لا هناك محاولات من الآن حثيثة لأننا أعمل لكم حلقة أعتقد أنها تكون من أفضل الحلقات في تاريخ قناتكم بحبك يا بلادي والحلقة دي هيكون فيها ضيف كلكم بتحبوه على فكرة أنا أديري طبعا معاشر أهلنا في سوريا والجمهير السورية زمن طويل حوالي خمس سنين يعني بدون مبلغة الجماهير السورية من الجماهير اللي صعب جدا جدا تجتمع على حب شخص يعني تعالوا كده أكلمكم وقولكم مين من الرياضيين السوريين الناس كلهم بيحبوه السوريين كلهم بيحبوه أقول لكم الكابتن محمد عفش طبعا شخصية بنحبها وبنقدرها لكن تخيلوا حد زي الكابتن محمد عفش وما قدموا من إنجازات مع أهل حلب إلا أن هناك فئة من الناس ما بتحبوه أنا بجيب لكم أصعب مثل يعني لما أقول لكم محمد عفش لما أقول لكم المرحوم ربنا يرحمه ويغفر له الكابتن طارق زيني رئيس نادة شيرين أسماء كلنا بنحبه وكل الجماهير السورية بنحبه لكن برضو بيختلف عليها أنا هنا بأقدم لكم النهاردة وبإذن الله مش النهاردة بقى احتمال بكرة احتمال بعده حسب الظروف واحتمال ما تحصلش عشان أكون صادق معاكم وبقى طلعت نفسي برا الموضوع مفاجأة من العيار الثقيل وضيف كلكم حبتوه وضيف هو متعطش جدا جدا للقاءكم بصراحة وأنا كلمته بشكل شخصي وهو وعدني بإن إحنا هنعمل لقاء إن شاء الله بإذن الله إحنا بنجهز للقاء الآن لكن طبعا هو مشاغله كتيرة جدا جدا ربنا يكون في عونه يعني لكن لو حصلت أنا بقول لكم إن دي هتكون من أقوى الحلقات اللي أنتم هتشوفوها على قناة بحبك يا بلادي مستنيكم تحت في التعليقات تتوقعوا معايا مين هو الضيف اكتبوا لي تحت في التعليقات وقولوا لي مين الضيف اللي إحنا هنعمل معاه حلقة بإذن الله إن شاء الله في قادم الأيام أتمنى أن الحلقة دي تتم بإذن الله إن شاء الله أنا شخصيا هكون سعيد جدا جدا لو الحلقة دي تمت ما تنسوش إن شاء الله بإذن الله تتابعوا منتخب سوريا الأول في بطولة الأردن الودية أول مباراة يوم الجمعة المقبلة مع منتخب الأردن أيضا وتاني مباراة هتكون مع منتخب العراق بعدها بتلت أيام يوم ستة وعشرين في الشهر وبعد كده الفائز هيلعب مع الفائز والخاسر هيلعب مع الخاسر من شوية تم الإعلان رسميا على إن بلال حلبوني وصل وبالفعل هو في الجم الآن وبيلعب وأنا بتكلم معكم دلوقتي ومنتظرين بقية اللعيب إن شاء الله تقدم عبد الرحمن ويس وبقية المحترفين عشان إن شاء الله بإذن الله نشوف منتخب أول أنتوا عارفين طبعا إن منتخب سوريا الأول له معزة خاصة شئنا أم أبينا تقبلوا كل تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته